مجدداً دوي الغارات الروسية يسمع في أرجاء محافظة إدلب شمال غرب سوريا ليعلن مرة أخرى عن وقوع مزيد من الضحايا المدنيين التائهين في غياهب الحرب السورية منذ أكثر من عشر سنوات خمسة عشر مدنياً بينهم أطفال ونساء نتاج غارات جوية روسية جديدة استهدفت ريف إدلب الغربي لتزيد من حصيلة الضحايا في مناطق شمال غرب سوريا أكثر فأكثر المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن الطيران الحربية الروسية استهدف بثلاثة صواريخ فراغية قرية اليعقوبية بريف مدينة جسر الشغور غربية إدلب ما أسفر عن فقدان ثلاثة مدنيين لحياتهم وإصابة نحو اثني عشر آخرين بجروح وبحسب المرصد السوري فقد تزامن القصف الروسي مع قصف حكومي استهدف بعشرات الصواريخ قرية القاهرة في سهل الغاب بريف محافظة حماة وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية فيما تعرضت مناطق أخرى في جبل الزاوية جنوبية إدلب لقصف مماثل حيث تنتشر العديد من قواعد الأحتلال التركية هذا وتشهد محافظة إدلب منذ أكثر من ثلاثة أشهر قصفا عنيفا من جانب قوات الحكومة السورية وروسيا تطور مؤخرا ليطال محيط قواعد الأحتلال التركية ما يعتبره مراقبون رسالة روسية واضحة للنظام التركي بضرورة إنهاء ملف أدلب وذلك قبل أيام قليلة علن عقاد ما يعرف بمحادثات أستان حول سوريا بجولتها السابع عشر في الغاصمة الكازاخية نور سلطان القصف